الخبر الاول اللي عدنا عن واخرا التقاء محمود البيطار ويه نارين بيوتي طبعا لم يعرف اساسة شنو كان صاير فنارين بيوتي ومحمود البيطار كانوا من اقوى الثنائيات باليوتيوب وهذا واحد من المقاطع اللي كانوا مصوريها اكيد كلكم شايفيه ولكنهم للاسأ فجعا خطعوا عند التصوير ويبعض ولكنهم كانوا يلتقون مع بعض من فترة الفترة ثم حمود البيطار نزل على سابق بالإنستجرام شوية استوريات يلتقي بها بنارين بيوتي وعائلته رح أطلكم ياه شوفوها عندما اجي على سويد لازم اجي على بيت اهلي الثاني بس طول في الجي هالمرة فاحزورو اين انا عند فاميلي هوس نارين هوس نورد بيت بيوتي هل تتوقعوني يا حبايب ممكن انه يرجعوني تصوروني بخاصة انه موفلوكس حاليا ممووجود؟ اكتبونا توقاتكم بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو أنس الشايب وبيسان اسماعيل فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تحمس به المتابعين للمقطع وصراحة واضح من الصورة مصغرة كأنه أكو خطوبة أو أرس معين يعني من هدوم أنس الشايب ممكن يكون مقلب بيسان اسماعيل أو كل المقطع راح ينزل على اليوتيوب الساعة بثمانة على قناة بيسان اسماعيل فخليكم جاهزين أما اليوتيوبر الثاني فهي يارا مار فيارا نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي حطها في صورة مصغرة هي والفريق وكانت كاتبة كونوا جاهزين فيديو كتير حلو وكان في حظي بيجنل فيه طيب بالبداية ما حددت وقت راح ينزل ولكن بعدين قالت لح ينزل الساعة بالستة فاكتبونا يا حبايا بالكومنتات المقطع منه بتحمسين انتو أكثر الخبر الثالث اللي عادنا عن أحمد أبو الرب وشنو صار وياه بفحص الكورونا اللي سواه فأحمد أبو الرب نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بي انه الحمد لله طلعت نتائج الفحص السلبية يعني ما بيشي وبنفس الوقت يشرح لنا السبب ليستوى هذا الفحص اللي هو عالم ويرجع لعائلته فهو صاحب دبي من فترة ويم عائلته ولكنه كان ساكن بفندق أما اللي سال عن السبب فهو كان قلقان انه إذا ينصاب الكورونا يعدي عائلته وطبعا من نفس الوقت ورح يرجع للأردن يعني عليكم نحطوكم هذه الستوريات شوفوها أنا رجعت من بيت أهلي السبب اللي خليني أطلع من بيت أهلي وروح في فندق هوه إنه كنت بدي أشوف كثير شباب فترة قصيرة فبديش أعدي أهلي كورونا لا سمح الله وإشي لإني بشوف كثير من ناس فأقلت بعد فندق بشوف أصحابي مفحص كورونا إذا طلع سالب برجع الأمور تمام وطبعا اليوم طلع عني سالب فاجيت من أهلي بس الخبر الرابع اللي عندنا عن باري تيوب وعن موعد نزول لغنينتا الجديدة على اليوتيوب لا طبعا هي نزلت لغنية ولكن على غير تطبيق ولكن اليوم راح تنزل على اليوتيوب فباري تيوب نزل على حسابي بالإنستجرام هذا الستوري اللي أعلن به عن نزول لغنية ولكن قال باتر� راح تنزل لغنية على كل المنصات لا تعلمون بكم في هذا الستوري شوفو شيلا البيض نزلت في سبوتيفايójالحين اليوم بتنزل في سبوتيفاي بكرة بت diameter يا ابن الحلال خليه درتبش خليه نصور يا رحم أمو بك رب تنزل في كل المنصات الثانية عن غامي ديزر أبل ميوزيك وكل شيء أرفع شئ تكون يا حبايب الكمنتات للأشخاص اللي سمعوا الأغنية ولكن على غير التطبيق إذا عجبتكم أو لا وبس والله يا حبايب الهنا وصلنا إلى هات المقطع تمنى المقطع جاوكم ليسوا سونة تحطوا لك تشتركوا بالقناة تشتركوا بالقناة تشتركوا في زي مقاطعة من مملكة الخصص وأصف حتى أخير مع السلامة